نرجع بقى ونجرب مع بعضه نشوف الماوس هيشتغل ولا لا اروح ضغط ضغطة مطولة على الزرار اللي انا عملته اختصار للماوس ضغطة مطولة هو ظهر معايا الماوس بهذا الشكل العجيب اقدر اروح اصرعه اكتر كمان لو مش عجبنا السرعة دي اقدر اروح اخليه اسرع لكن انا شايف السرعة دي متوسطة جدا جميلة في ناس بتحب يكون اسرع من كده ده اللي رياحك يا صديقي بمنتهى السهولة والبساطة وكده معاك ماوس ازاي اقدر الغيه ضغطة مطولة تانية جد وعلى نفس الزرار اللي انت عملته اصرح لغيه بسم الله الرحمن الرحيم يا اهلا بيكم اكيد اغلبنا يجد صعوبة في استخدام بعض القوائم في بعض البرامج وده بيرجع لاني الاندريد تيفي ما بيدعمش الماوس ولكن نحن بطريقة بسيطة وبرنامج بسيط هنخلي جميع انواع تيفو بوكس وجميع انواع الشاشات الاندريد تدعم السهم بمنتهى السهولة او تدعم الماوس فركز معايا في هذا الفيديو واحضر التيفو بوكس الخاص بيك او الشاشة الاندريد الخاص بيك وتابع خطوات بسيطة باذن الله سنصل في النهاية ان يكون بين يدينا هذا البرنامج الرائع الذي لا غنى عنه يا اهلا بكم دع لنا اللايك المتين والكومنتي اللزيز واشترك في القناة اكون شاكر جدا لافضلكم هذا هو نظام الاندريد تيفي الامور سهلة وبسيطة اريدك ان تركز معي في بضع دقائق يا جدو حتصل في النهاية انك تشغل الماوس او السهم اللي بيريحك بشكل كبير جدا هنا يا صديقي الخطوة الاولى اللي لابد ان احنا نجريها هو تنزيل برنامج الدولودر لو انت عارف برنامج الدولودر واستخدمته قبل كده في تنزيل البرامج تقدر انك تتجاوز هذا الجزء من الفيديو مش مهم ليه روح على طولة على الجزء بتاع التسبيه اول مرة تسمع عن برنامج الدولودر واول مرة هتستخدمه لابد انك تجري معي هذه الخطوات الاجبارية نقوم ب اذهب الى البحث الى متجر جوجل ونكتب دولودر او الهام بعد ما نكتب دولودر سنجيب برنامج الدولودر بهذا الشكل ثم نضغط انستول وننتظر لحظات برنامج صغير جدا يعني حجمه قليل بالفعل تم تسطيب البرنامج نكون بالرجوع الى الخلف الى الهوم او القائمة الرئيسية بتاعت الجهاز خلاص هذه اولى الخطوات تعال نروح لتاني خطوة اجبارية ان احنا هنفع عن نظام المطور او الديبلوبر نظام المطور اجباريا صديق عشان تنزل البرامج براحتك تذهب الى علامة الستنج او الضبط ومن الضبط تذهب الى سيستم او نظام ومن سيستم او نظام حولة او اباوت ومن حولة او اباوت هتنزل الى الاسفل هتجد فيه حاجة اسمها اندوريت تيفي او اس هتضغط ثلاث ضغطات او اربعة لغاية ما يظهر معاك نظام الديبلوبر حيكون بذلك انت خلاص على وضع المطور وتقدر تنزل اي برنامج يحلو ليك تب انا عم برايما عايز اتأكد ان وضع المطور ظهر معايا ارجع بقى خلاص بعد ما ضغطت ثلاث ضغطات او اربعة هنا لغاية ما يجيب لي تم تفعيل نظام المطور ترجع رجوع الى الهوم ونيجي هنا على الستنج حنلاقي موجود فعلا ان انا بالفعل تم تفعيل نظام المطور معمول انيبل خلاص كده احنا جاهزين لنروح نسبت البرنامج اللي احنا هنشغل به الماوس نعود مرة اخرى الى برنامج الديولودر حنلاقي موجود طبعا جنب اخواته هنا نضغط اوكي دائما يا صديق الاخوة بتوع من نظام الايفون او اللي مش عارف مدى اهمية هذه الرسالة في تصطيب اي برنامج اندوريد هي اجراء روتيني من نظام الاندوريد لابد انك تعمل قلاو ماينفعش تعمل لأة ماينفعش تعمل رفض لا يمكن لو عملت رفض هتحجب الانترنت عن البرنامج ده في جميع برامج الاندوريد هو بيقول لك مش عارف كذا كذا اجراء روتيني يا جده لازم تعمل سماح تعمليش فيها والعريف لو عملت رفض الانت حيتمنع عن البرنامج فبتكتلي مش عارف تستخدمه يبقى ايه اللاو اكباري نيجي هنا بقول لك انتر يو ار ايل تقدر تدخل اليو ار ايل اليو ار ايل بتاعنا عبارة عن ايه عن راكم هتكتبه في المكان ده جده الراكم اللي سنقوم بكتاباته في هذا المربع او هذه الخانة هو خمسة وعشرين زيرو واحد اتنين اتنين اهو خمسة وعشرين وبعدين اقدر اجي ادخط على السهم هذا هكذا هيبدأ يجيب لي الصفحة دي لاما اضغط على السهم او جو اللي رايحك هيبدأ يجيب لي الصفحة دي وتنتظر لحظات هيبدأ ان هو ينزل البرنامج كما هو واضح امامكم برنامج ايضا حجمه صغير لكن هنا بعد ما نزل البرنامج وجاي ثبته تلقائي جاب لي الرسالة دي الرسالة دي اخش على الستينجا او الاعدادات اجباري ايضا يا جده هنا بيقولك اهو لازم تعمل سماح لتصطيب البرامج من خارج المتجر هنعمل ايه نعمل قدام الدول لودر نعمله سماح وبعدين هيقول لي هيروح مطلع لرسالة التنصيب على طول انستول وخلاص كده البرنامج بيه سبت معانا اضغط open والبرنامج بالشكل ده امامنا اربع رسائل في الاعلى كلها نوت 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 يعني لازم ان انا اجري الاعدادات دي عشان الموسي يشتغل معايا بشكل صحيح هعمل ايه عم ابراهيم هروح ضغط على set up هزيه شنديله السماحات الازونات كلها يا جده واروح جاي على البرنامج نفسه اهو البرنامج اهو يا جده اسمه ام اي تي في ماوس فور اندوريت هروح عامله ايه سماح هروح راجع تاني انزل تحت في الاسفل هنا يا صديقي قبل ما ارجع انزل تحت في الاسفل الموس هذه نعملها ايه enable ايضا اوكي خلاص نعمل رجوع رجوع الاربع خانات اصبحوا ايه باللون الاخضر اشتغلوا يا صديقي زبطنا الاعدادات الخطوة دي مهمة هتجري الايه الحاجتين تعمل سماح للموس وتعمل سماح لبرنامج ان هو من خارج المدجر الحاجتين اللي انا عملتوهم معاك دلوقتي ارجع تاني وطبقه سهلين خالص تعالي بقى نشوف اعدادات البرنامج نفسه عشان نقدر برضو نستخدمه بشكل كبير جدا هنا بقول لك الموس انت عايزه حجمه قد ايه ممكن تسيبه على الوضع الافتراضي اللي المبرمج عامله وممكن تصغره لا انا عايزه موس كبير عشان يبقى حجمه كبير كده واشوفه قدامي تاب الموس انت عايز سرعته كام عايز يبقى موس سريع ولا موس متوسط ولا موس بطيق انا والله جربته على الاعدادات الافتراضية لقيته بطيق شوية ممكن انت على حسب ذوقك يا جد انت بتحب الحاجة بطيقة ولا بتحبه سريع في كلها ازواء ترجعلك انت انا هعليه شوية انا هحب يبقى سريع شوية طيب بيقول لك الايكون الايكون انت عايز شكل الموس بقى شكله ازاي لو ضغطنا على الايكون هنا اهو بيقول لك فيه دارك عايزه لونسود طب انت عايزه نقطة طب عايزه الدفول طب عايزه على شكل ايد في ناس بتحب اليد ده انا هعمله الوضع الافتراضي بتاعه وحيكون بالشكل ده دلوقتي فاضل لك خطوة واحدة هي خطوة انك تعمل اختصار في قلب الرمود بتاعك ويبقى الرمود لما تضغط ضغطة مطولة على الزرار اللي انت عامله اختصار يظهر ليك السهم على الشاشة وتضغط ضغطة مطولة تاني يخفي السهم هنعملها ازاي هندخل الى دي تيك حدد بقى الزرار اللي انت عارفها جد وافتكر الزرار ده على طول انا مثلا هنا في شاومي انا مثلا هنا في جوجل كوروم هعمل الكورة اللي في النص دي هعملها لما اضغط عليه ضغطة مطولة تظهر لي السهم هروح داغل على دي تيك هزي واضغط ضغطة مطولة على الزرار اللي انا حابي بعمله اختصار اهو لغط ما يجيب لي اهو السهم ظهار حمد الله على السلامة اضغط ضغطة مطولة تاني السهم يختفي وروح ضغط يس يقول لك انت موافق ان خلاص السهم ده هو خلاص بيقولك انت موافق ان الزرار ده هو المسؤول عن اظهار السهم تقول له نعم وبعدين تعمل سيف خلاص احنا حفظنا كده الموضوع ممكن على فكرة كل مرة يعني لو انت في يوم الايام حذفت البرامج ونزلته تاني انا الزرار اللي انا اخترته اختصاره هو 23 تقدر تحط 23 على طول ما انتش عارف تقدر بقى تعمل نفس الحركة اللي انا لسه عاملينها مع بعض دي زرار وبحدده واتغط ضغطة مطولة نرجع بقى ونجرب مع بعضه نشوف الماوس هيشتغل ولا لا اروح ضغط ضغطة مطولة على الزرار اللي انا عملته اختصار للماوس ضغطة مطولة هو ظهر معايا الماوس بهذا الشكل العجيب اقدر اروح اصرعه اكتر كمان لو مش عجبنا السرعة دي اقدر اروح اخليه اسرع لكن انا شايف السرعة دي متوسطة جدا جميلة في ناس بتحب يكون اسرع من كده ده اللي رياحك يا صديقي بمنتهى السهولة والبساطة وكده معاك ماوس ازاي اقدر الغيه ضغطة مطولة تانية جدا على نفس الزرار اللي انت عامله اختصار اروح لغيه والامور بمنتهى السهولة والبساطة وبكده نكون انتهينا من هذا الدرس لو انت مقبل على شراء احد اجهزة الاندرويد تيفي انصحك ان تشاهد هذا الفيديو اللي انا رشحت فيها لحضراتكم افضل 6 اجهزة تيفو بوكس في العالم تقدر تقتني اي منهم وتقدر تستخدمه في تطبيق الشرحات اللي احنا بنزلها هنا في القناة لايك اشترك في القناة اكون شاكر جدا كان معكم ابراهيم سعيد والى اللقاء